مرحباً الحالة وكيفية استعماله وهذا طبعاً الفيديو كلش 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 مهم وإحنا جداً جاي نعاني من هاي الحالة يعني اللي ياخذ من عدنا الأوكسجين وياخذ من عدنا المنظم ما جاي يعرف خطيئة فإحنا سوينا لكم هذا المقطع نطوم مشاركة للعالم والأخ عالي راح يتفضل يشرح لكم الطريقة جزاكم الله خير تفضلوا بعالي والله وفقك السلام عليكم بسم الله أحبان رحيم عندنا نقلنا الأوكسجين أولاً جيباً حسناً تدرون الوضع عندنا ما الأوكسجين مسحة الأوكسجين والشكل من البداية ماضي هذا الرأس الأوكسجين فيما تحقين في الباقية هذا عندنا في المنظم أولاً جين شدة وطرق كلش بسيط سهل يعني كون شدة عن هاي السلمانته وما تخلي ينفس طبعاً بالمناسبة هاي المنظم هو يركب على هاي القنينة ويركب على القنينة ويركب على القنينة الشبيرة لا يوجد أي قنينة نفس الشيء نفس الشيء لا يوجد فارح بس إنا للسهولة جاي نسور بالزغيرة في سهولة العمل ستاة أباوة عزيزي يو الله يشافي كل مريض بحق بالزهرة إيه جزا باش تثبيت يعني مجرد تثبيت مستخدام مستخدام ايه مستخدام عندك السكورسبانس نعم موشينوا الضبا يعني حتى ما يطلع من عنده هوا الضبا ايه ها ما يطلع عنده هوا ها ها وقت سيغر ثاني أباوة عزيزي ها ها ايه ها نعم ها نعم ها 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 نعم ها ها ايه كيف هو نفس الشيء؟ هذا همين تتركب هنا تتركب هنا مضاشرة همين تركوا قلبان لا همشي هادا انتنكي شو انت عارق هالرصت هاد نعم افتح الاكسجين اي مو افتحها بطوة كلها على اخر اي لا انا افتح اكسجين شوية نعم نجي الحالات اللي استخدم بالاكسجين مو اي حالة هو الاكسجين يستخدم فقط عند الحاجة نعم ارجع اكرر اي الاكسجين يستخدم عند الحاجة هاي القنينة ابدأ لا خليه تبقى عندي يومين ايه تبقى عندي ثلاث ايام نعم واقدر ثلاث ساعة خلصها سعلة ها اول ما تستخدم القنينة تفكر شون من تخلص ونحتملها هاي بتعفوه كل زين تعفوه متتمرونها اكسجين ماكو وتشح عدل الاكسجين لازم اقتصد بهذا الشي لان هي اول شي تفيدها قلت المسطح تت وثامن شي هاي من افتح الاكسجين عند الحاجة فقط عند الحاجة نشو الروحة مختلق امتللي كلس اختلق احتاج اكسجين استخدم الاكسجين هاي افتح الاكسجين من هنا وانطي درجة اذا انت مختلق يعني مو كلسين عنده بدأت امتلق امتلق درجة خمسة هاي امتلق شرابينات حكم بيها هاي عصتش ما تصعد لفوق ها وانطي درجات درجة خمسة مختلق لا والله انت شري تروحك ويعرف كل مريض او قوي ها يعرف مريض هو مثل يحتاج مختلق كيش احتاج اكسجين مثل كمية اكثر او ها يحتاج مختلق كيش احتاج كمية اكثر ها عقدر انطي ازودة جرعة من هنا هاي زودة هاي نسبك عشرة انطي لا سامح الله ضاعب كلش مختلق كلش قوم ما يتنفس ها ان شاء الله ما يعني يقدر هو بهاي الحالة يعني ما يقدر يروح من المستشفى اي ما يقدر يروح من المستشفى يعني انزل الزودة اعدالية 15 هاي كلش درجة عالية ما رح ان شاء الله الله يكفيك ان شاء الله هاي درجة يعني درجة الخام فقط عندك حاجة ارجع وكرر الاكسجين عندك حاجة حتى يكفيك هاي هاي القلينة هي القلينة تبيرة ها اه تبقى عندك تساعات او اربع ساعات مستمرة تبيرة كيف ينبون هاي 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 تتخلصها بساعة او ساعتين ها وتقدر عندك تخليها تبقى عندك يومين أو تلاقي حمد الله وشكرا ها وتمتر وشعبان الله وشعباكم من كل الأرض رحم الله وديكم والفاتحة الحج اسماعيل الله يحفظكم نسألكم الفاتحة هذا العمل نهدي الثوابه الله يوفكم ويستر عليكم اشتركوا في القناة